اتصالاً بالمحور السابق اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم حول منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الشرق الأوسط ما ندرش برضو نتغافل مسألة مهمة في كتابات كتير حواليها هل يمكن أن ينشأ كده تحالف ما بين روسيا والصين وإيران؟ إيران زارها خلال الشهور الماضية يعني عندها زيارة اليوم دي للرئيس الصيني وزارها قبل كده الرئيس فلاديمير بوتين منذ عدة شهور فإيران دولة على محور مهم جداً من التفاعل ما بين روسيا والصين لما نتكلم عن روسيا وإيران إيران وروسيا بيعتبروا في الأدبيات الغربية أو في الأسلوب الغربي في التعامل دول منبوزة بسمينهم كده لكن طبعاً بينهم علاقات وثيقة جداً إيران أعطت روسيا طائرات مسيرة استخدمتها في الحرب بكسافة في أوكرانيا وده الأمر اللي دايماً الإعلام الغربي والساسة الغربيين بيتكلموا عليه بانتظامه إنها استطاعت أن تمد روسيا بإمكانيات أظهرت قدراً من التفوق في ميدان القتال طبعاً إيران بتقول لك دي إحنا علاقات قديمة والحاجات دي إحنا ندينها لهم من زمان لكن الإعلام الغربي دايماً بيتكلم على لا دا تم تهربها وإرسالها لروسيا في الفترة الأخيرة لاستخدامها في الحرب على الجانب الآخر إيران متطلعة إلى روسيا حتى تحصل على أسلحة متقدمة زي طائرات سخوي وغيره لمواجهة الحصار الغربي المفروض عليها عليها عقوبات قدرش تاخد أسلحة من حتاة تانية فالدعم الروسي السلاح لإيران مهم بالنسبة لإيران الصين علاقتها قوية جداً بإيران من زمان يعني علاقات متطورة منذ سنوات يعني الرئيس الصيني شي جين بينج لما راح لإيران اليام اللي فاتت وقابل الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس إيران كلموا على التعاون المشترك اللي بينهم في مواجهة كوفيد ناينتين تكلموا على التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والمزرعات التركية المزرعات الإيرانية بتصدر بكسافة إلى الصين المنتجات الزراعية وتكلموا أيضاً على الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ودي ملحوظة مهمة جداً طبعاً الصين دولة واعية جداً وتدرك أن الخليج يتوجس من علاقة الصين بإيران فهي لا تريد أن تفرد في هذه العلاقة والضيع فرص اقتصادية مهمة جداً لدى دول الخليج فهي عايزة تدخل من باب الاستقرار بمعنى أن تكون طرفاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي وأيضاً تحدست على الاتفاق النووي المعطل ما بين الولايات المتحدة وإيران وقالت أن هي بتريد أن تكون لها دور في هذه المفاوضات دور بناء على حد تعبرها للأصول إلى اتفاق نووي ولكنها أشارت أيضاً إلى عدالة المطالب الإيراني فهي عايزة تدخل هذا الاتفاق بمنطق تسهيل حدوث هذا الاتفاق ومساندة المطالب الإيراني فطبعاً محور أنه يتشكل بشكل محكم غير وارد لكن علاقات وثيقة روسيا بعلاقتها مع إيران وإيران بعلاقتها مع الصين وطبعاً روسيا بعلاقتها مع الصين بتنشأ علاقات قوية ما بين الدول الثلاثة بالطبع الولايات المتحدة بتشعر أن إيران دولة منتجة للاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص السلاح النوي إسرائيل متربصة طبعاً ويضاف لهذا هناك مخاوف خليجية شديدة تجاه أيضاً إيران ولا سيما من خلال الأدوات العسكرية اللي بتستخدمها إيران في المنطقة الحجد الشعبي في العراق حزب الله في لبنان الحوسي في اليمن للوقات المتحدة أيضاً تضع الصين في مرتبة المنافس يعني في التقرير الاستراتيجي للوقات المتحدة تعاملت مع روسيا بأنها تريد احتواء روسيا ولكن مع الصين هي شايفة أن هي دولة منافسة في معركة بينهم اقتصادية في مجال الرقائق الألكترونية بتخداش الصين الشركات الأمريكية عايز تدخل الملعب الصيني وفي تحديات كثيرة الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى الصين إنها ليست نظام لبرالي ما عندوش الديموقراطية الغربية وهو نظام لازال نظام في نظرها نظام شيوعي وفي رأيي أيضاً الولايات المتحدة أن إيران بتهدد مصالحها سواء كانت في أسيا أو في مناطق أخرى وبينهم دلوقتي معركة شغالة حول منطاد التجسس البالون بالون التجسس اللي أسقطته لولايات المتحدة وبتقولك إن كان فيه ألواح ألكترونية بتاخد طاقة ويمارس التجسس ويطير على بعض يعني 80 ألف أدم كلام كتير والصين برضو قالت إن الولايات المتحدة أطلقت منطاد للتجسس وأسقطناه ومعلقتش للولايات المتحدة ودول تانية كلمت عن الموضوع ده يعني معناها العلاقات اللي بينهم علاقات فيها قدر كبير جداً من التوطر لكن الصين لن تتورط في حرب الصين لن تكون طرفاً في دفع العالم لحرب عالمية ثالثة بالتأكيد الصين مش في هذا الملعب وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي الصين راحها مؤتمر ميونيخ ربما لتصوراتها أنها تستطيع أن تحقق قدر كبير من التوافق أو تصل إلى صياغ ما يمكن أن تمارس بها أدوار تفاوضية بحثاً على الحل لهذه الأزمة لكن هيظل هو محور مقلق يعني العلاقة ما بين الصين وروسيا وإيران دي طبعاً علاقة من نوع خاص ويعلاقة أيضاً تقوم على وشائج اقتصادية ومصالح استراتيجية قوية جداً بين الأطراف التلاتة